لأ قالك ده أكيد المية ده مش كفاية ننزل تحت 70 وفيه أدوية جديدة دلوقتي بتنزلها تحت العشرين وأخيراً طلعت نتيجة تحليل الكوليسترول بتاع الدم وطلع الLDL بتاعك فوق مية والكوليسترول عالي وراح الدكتور ساحب الرشدة وكتب لك دوة يوطي الكوليسترول والLDL هل الكلام دوة لغاية دلوقتي تعال نشوف الأبحاث الجديدة بتقول إيه أهلاً بيكو في تكتوكها يا حكاية هل حضرتك سمعت مثلاً أني في بحث من الأبحاث بصوا لقوا 134 ألف مريض داخلين للمستشفيات بأزمة قلبية قريب من نصهم تقريباً الLDL بتاعهم كان تحت المية ده اللي هو يعني لغاية كم سنة فاتت كان الهدف والتارجت أن نوصله تحت المية وبدل ما العلماء والدكاترة يبتدوا يفكروا ندور على سبب تاني عامل الأزمة القلبية والسكتات الدماغية وتصلوا بالشرايين لأنه مش ممكن ده احنا الناس نزلناها من متنات وتلتميات لتحت المية لا قال لك ده أكيد المية ده مش كفاية ننزل تحت سبعين وفي أدوية جديدة دلوقتي بتنزلها تحت العشرين ونعمل كده ليه إذا كان أصلاً طلع الLDL اللي بيقصه لك الدكتور ومسميه الباد كوليسترول وطلع أني اللي بيفهم في الكوليسترول بجد دلوقتي بيقيس حوالي أكتر من عشر أنواع من الكوليسترول الLDL ده نفسه أنواع كتير قوي كل اللي نفسي أقوله لكم ولازم تعرفوه أن الLDL اللي مسميينه الباد كوليسترول أو الكوليسترول الضار الكوليسترول السيء في الكتير من العالمات دلوقتي بيسموه الكوليسترول الجيد التاني يعني الHDL هو الكوليسترول النافع الجيد وبيسموه الLDL دلوقتي الكوليسترول الجيد نمرة 2 طب بيعملوا كده ليه لأنه بكل بساطة مضد أكسادة مضد التهابات مضد سرطانات مضد عجز هو اللي بيصرف في جسمك الطاقة بتاعة الدهون الثلاثية واللي بيدي الكوليسترول وده بمثابة ويعتبر العمود الفقري العمود الفقري بتاع الهرمونات بتاعته الذكورة وهرمونات الغدى الكذارية والعصارة الصفرة في جسمك محتاجة والفيتامين دل محتاج الكوليسترول وكل خلية في جسمك تقريباً ما تقدرش تعيش ثواني من غير ما الكوليسترول يبقى كويس وأحياناً عالي وأغرب حاجة في الدنيا إن نلاقي أبحاث بتشير إن كل ما يزيد الكوليسترول الكلي وكل ما يزيد الLDL اللي بيسموه الباد كوليسترول كل ما الناس زادوا عمرها وقلت أمراضها وما زادش عندها أمراض القلب الموضوع طلع أعمق وأكبر بكتير من مجرد النقيس الLDL كوليسترول لأن أنواعه كتير جداً ومش هو السبب الوحيد ولا الرئيسي فأمراض القلب على سبيل المثال يعني مرض السكر السمنة التدخين مقاومة الإنسولين والضغط بيرفعه نسب أمراض القلب والسكتات الدماغية أضعاف مضعفة بغض النظر عن الLDL الواطي والعالي وأنا مش عارف طب لما هو بغض النظر ليه دي الحاجة الوحيدة اللي احنا مركزين عليها ولا الحكاية بقت سبوبة وهل حد بيقول الأعراض الجانبية للأدوية دي من سكري النوع التاني والسهايمر ديزيز ومقاومة إنسولين وضعفه وعجز جنسي في بعض الناس ومشاكل في العضلات وألم وواجع وهن وعدم قدرة على التركيز ودولة أربع خمس عيوب من المشاكل بتاعة الأدوية اللي بتوطي الكوليسترول النظرية بتاعة الدهون المشبعة والكوليسترول السيء والكوليسترول النافع عمر النظرية دي أكتر من سبعين سنة يعني قبل الآيفون مرة واحد بتاع 2007 بستين سنة والغاية دلوقتي هي دي النظرية للدكتور بتاعك بيكتب لك بناء عليها دول الكوليسترول شير مع حد مش فاهم اسم اللعبة تكتوكايا